مرحبا بكم مشاهدي الأفاضل في كل مكان نغني قيمنا اليوم مع شخصية جديدة من شخصيات مؤمنات خالدات إنها أم محجن نتعلم في مدرسة هذه العظيمة كيف نخلص لله سبحانه وتعالى في أعمالنا مهما صغرت في أعين الناس مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم مؤمنات خالدات عبر قناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة مؤمنة هذه الحلقة بإذن الله تعالى هي مرأة خادمة لبيت الله سبحانه رفع الله شأنها بخدمتها المسجد وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جنازتها بعدما لم يعنها الناس اهتماما بالغا أم محجن المؤمنة الصادقة المكرمة من عند الله سبحانه وتعالى هي شخصية هذه الحلقة من برنامجكم مؤمنات خالدات نتعرف عليها أكثر مع الأستاذ الفاضلة نعيم بنعيش رئيسة المعهد الشرعي النسوي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أستاذتي مرحبا بك في هذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات أهلا وسهلا إذن نواصل التعرف عن المؤمنات الصالحات النساء اللواتي عرفهن التاريخ وبصمنا هذا التاريخ وكنا لنا عبرة وكنا لنا نبراسا نستمد منهم مجموعة من القوانين ومجموعة من الأحكام ومجموعة من العبر نعمل بها في وقتنا الحاضر ونعمل بها في كل الأزمان أم محجان ربما هذا الاسم لا يعرفه الكثير من الناس لكن هذه المرأة الصالحة كرمها الله سبحانه وتعالى وكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف جميل وجريء أيضا لأنها صلية عليها مرتين بعد وفاتها لكن الثانية ليست كالمرة الأولى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحابته أجمعين وحيي المشاهدين الكرام في كل مكان الذين يتابعون معنا هذه الحلقة الحقيقة المؤثرة جدا رغم أن هذه الصحابة الجليلة التي ذكرت اسمها لم يعرف عنها أي شيء آخر غير ما ذكرتي فهي أم محجن أو محجن وكانت أما سوداء تخدم بيت الله أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط فجأة تفقدها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجدها فقيل له بأنها ماتت وأنها دفنت كما ذكر في رواية في رواية أخرى أنه قام من نومه وذهب إلى المقبرة ووقف عند قبر فسأل من صاحب هذا القبر فقيل له هي أم محجن التي كانت تخدم بيت الله فقال كيف تموت وتدفنونها ولم تستأذنون في ذلك فقام وكبر وجمع الصحابة وأعاد الصلاة عليها مرة أخرى صلى عليها صلاة الجنازة وهي في قبرها وأمام قبرها هذه المرأة ربما التاريخ لم يكن ليذكراها لو ماتت وصلى عليها الصحابة ودفنوها كم من الأسماء التي لم تصل إلينا ولا نعرف عنها شيئا فالرسول صلى الله عليه وسلم كما تذكر الرواية بأنه حجة حجة الوداع وعدد المسلمين ما بين مئة ألف أو مئة وأربعون ألف كم عدد الذين وصلتنا أسماءهم قليلة جدا فهذه الصحابة لم يكن اسمها سيصل إلينا أو سيعرفه الناس ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لها ذكرا في العالمين أراد لها الخلود وأيضا أراد لها أن نذكرها في هذه الحلقة لم تذكر رواية عنها إلا هذا وفي الحقيقة أنا يكفيني هذا لكي أختارها ضمن حلقات هذا البرنامج وقبلها قد اختارها الله سبحانه وتعالى لكي يكتب اسمها بمداد ليس من ذهب بمداد الخلود أكثر من الذهب أن الله سبحانه وتعالى خلدها ويجعل الناس يتذاكرون في اسمها ويذكرونها ويترحمون عليها ربما كانت هي من النساء المنسيات اللواتي لا ذكرى لهن في المجتمع وحتى مجتمع الصحابة الكرام الذين رافقوا رسول الله يسلم وشكلوا المجتمع الأكثر عدلا في الدنيا مع ذلك لم يكونوا عادلين معها حينما ماتت قالوا بأحكامهم المسبقة بأن رسول الله يسلم نائم فهي امرأة عادية فنصلي عليها نحن ولا داعي لكي نوقض الرسول الله يسلم لكي يصلي عليها الجنازة فكأنهم حكموا مسبقا عليها أنها لا تستحق كل هذا الفتنة لا نفتن رسول الله يسلم وهو نائم لكن الله سبحانه وتعالى أيقظه وأراد غير ذلك وأيقظه وعلمه أين توجد هذه المرأة ومن هي هذه المرأة فاتبعها وأعد الصلاة عليها طبعا الرسول الله يسلم إذا صلى عليها فقد حضرت الملائكة كلها تصلي على هذه المرأة وتشيع هذه الجنازة العظيمة وهذه المرأة العظيمة التي ماتت فعرفها الله سبحانه وتعالى وعرفتها الملائكة وعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان غائبا فأحضره الله سبحانه وتعالى لكي يصلي عليها ما هو السبب يا ترى إنه الإخلاص الإخلاص الذي تميزت بهذه المرأة في القيام بعملها لا أعتقد بأن هناك شيء آخر غير الإخلاص الإخلاص هو الميزان عند الله سبحانه وتعالى الذي يقيم به الله سبحانه وتعالى أعمال الناس وليس قيمة العمل عند الناس فكثيرا ما نقيم نحن الأعمال ونكتب المسميات والصفات يعني في بعض المواقف قد ندخل إلى مواقف ونذكر بعض المسميات يعني أشخاص بعينهم السيد فلان والسيد فلان ولا نذكر الباقي ربما واحد من الباقين الذين لم يأبه بهم أحد أفضل عند الله من كل أولئك وقد حضرت مرة تكريما عجيبا في أحد المساجد في أوروبا أرادوا أن يكلموا شخصي علمية كبيرة فرفض هذا الشخص التكريم وقال إذا أردتم أن تكرموني فاستدعوا خادم المسجد لكي يسلم لي هذا التكريم واستدعوا فعلا خادم المسجد أغلب الناس لا يعرفونه الذي كان يقوم على نظافة المسجد إذن فالمكرم هو الذي كرمه الله سبحانه وتعالى ورفع قدره هذا المخلص في عمله كيفما كان هذا العمل كثيرا ما نحتقر الأعمال ونقول هذا العمل ليس مهم ونتدخل نحن بأحكامنا الدنيوية المسبقة ونقول هذا هو الأهم وهذا الأكثر أهمية الأهمية تكمن عند الله سبحانه وتعالى وحيثما أقامك فذلك مقامك حيثما أقامك الله سبحانه وتعالى فقم بواجبك فيما أقامك عليه الله سبحانه وتعالى أغلب الناس ينشغلون بأعمال لم يقوموا عليها كأن تجد إنسان منشغل بالناس عن أهله وأسرته وزوجته وما تحتاج هذه الأسرة كأن ينشغل بأحوال الناس ماذا فعلوا كيف دخلوا أين خرجوا ماذا أكلوا أن تنشغل فيما أقامك الله سبحانه وتعالى وقم بدورك لو كان الناس مثل أم حجن لكانت الدنيا بخير لكانت تقوم بمهمتها التي أولا اختارتها هي وقامت عليها بتطوع لم يلزمها أحد ولم يرغمها أحد ولم يسمها أحد فهي سمت نفسها خادمة لبيت الله عز وجل حينما يذهب الناس إلى بيوتهم تبقى تنظف تكنيس تفعل ما لا يفكر الناس فيه أن يفعلوه هذا العمل كان عظيم بمقدار أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يعيد الصلاة عليها وأن يكرمها أكثر من كثير من الصحابة وكثير من الخلق أيضا طيب هذا الإخلاص في العمل يعني من أين يستمده الإنسان ومن أين يعني يجعل الإنسان لا يحسقر سواء كانت وظيفته سامية أو كانت وظيفته بسيطة بحسب رأيه هو وبحسب علمه لأن ربما قد تسمو هذه الوظيفة بإخلاصه وتفانيه في القيام بها ويعني الكدي والسعي في هذه الوظيفة التي يقوم بها الإنسان بصفة عامة الإخلاص أولا يستمده الإنسان من صدق الإيمان فكلما كان الإيمان صادقا والمؤمن صادق مع الله سبحانه وتعالى إلا وكان مخلص وقد تشبعت شوائب هذا الإخلاص لأننا نحن بشر قد يشتغل الإنسان في عمل يحبه ويفعله لله ثم يذكره الناس ويشكرونه على هذا العمل فيبتهج ويفرح فعلى المؤمن أن يراجع مرة أخرى نفسه وقال العلماء تفقد صدق النية والإخلاص في ثلاث في بداية العمل وفي وسطه وفي نهايته إذا نسي الإنسان البداية ونسي الوسط فليتفقد العمل في الأخير فليقول اللهم إني جعلت هذا العمل خالصا لوجهك الكريم فليس المهم أن يردد هذه الكريمة لم يذكر أن أم حجن كانت ترددها لو كانت تردد هذه الكريمة لقيل عنها ذلك ولشاهد له الصحابة بعد أن ذكر أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل معها لو كانت كثيرة ترديد ذلك لقالوا عنها ذلك ولكنهم لم يقولوا لأنها كانت بينها وبين الله سبحانه وتعالى تعيش هذا الإخلاص تعيش هذا الصدق وهذا هو المطلوب أن يعيش الإنسان ذاك الصدق مع ربه سبحانه وتعالى وهذا الصدق ليس في الأعمال فقط في الوظائف وفي شركاتنا وفي محلات أعمالنا ووظائف في إداراتنا ولكن أيضا في المجتمع كله حينما تقوم بأي عمل مع المجتمع تتعامل مع جيرانك تتعامل مع أصدقائك افعل ما تفعله لوجه الله ولا تنتظر المقابل من أحد حتى فيصلة الراحم اليوم الناس ينتظرون المقابل في كل شيء أنا زرت فلانا لابد أن تزورني أنا قدمت هذه أكلمتها وسألت عن أحوالي لا بد أن تسأل عني أنا أخي أسأل عنه لماذا لا يسأل أيضا عني فتحولت حياتنا إلى حسابات وكل شيء محسوب وإلى حياة نفعية نبتغي منها النفع ولم يعد ابتغاء مرضات الله من هذه التصرفات وإنما المقابل المادي والسريع في الوقت ذاته لا ننتظر حتى طويلا أو مدة المقابل السريع وأيضا احتقار بعض المهام فحينما نرجع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبني أول مسجد الذي خدمته أم حجن هذا المسجد قباء والصحابة يبنون هذا المسجد كانوا يأخذون الطين والأحجار بأيديهم لم تكن هناك وسائل وكانوا فقراء فهم يأخذون هذه الوسائل بأيديهم فرأى بعض الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل أحجارا وعمره كان أكثر من خمسين عاما فجاءوا يأخذون عنه فقال لا لست بأغنى منكم عن الأجر أنا أيضا محتاج للأجر إذن هذا هو المطلوب يعني الإنسان يبتغي الأجر من هذه المعاملات التي تكون فيها وفاء وفيها إخلاص لله سبحانه وتعالى نواصل الحديث عن أم محجن التي هي شخصية هذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات بعد هذا الفاصل إذا سمحت أسادتي الكريمة وأنتم أيضا مشاهدي الكرام نعود إليكم بعد فاصل قصير لنواصل معكم هذه الحلقة من برنامجكم مؤمنات من خالدات ترجمة نانسي قنقر معكم ثقافة ثربوية راشدة نرحب بكم من جديد مشاهدي الكرام ونواصل معكم هذه الحلقة من برنامجكم مؤمنات خالدات وشخصية هذا اليوم هي أم محجن خادمة بيت الله سبحانه وتعالى ونرحب بن جديد بالأسادة الفاضلة نعيمة بن عيش رئيسة المعهد الشرعي النسوي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أسادتي مرحبا بك من جديد وقبل الفاصل كنا نتحدث عن هذه المؤمنة الصالحة التي كرمها الله سبحانه وتعالى أولا بخدمة بيت الله ثم بشرف الصلاة عليها من طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني مكرمة ليست كباقي المكرمات من منا لا يتمنى أن ينال شرف الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لكن هذه الصلاة جاءت في ظروف مميزة وهي لا نقول احتقرها الناس احتقروا تلك الوظيفة التي كانت تقوم بها ولكن ربما أصدروا عليها حكما مسبقا ظنوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف لن يبالي بهذه المرأة لأنها كانت مجرد خادمة لبيت الله سبحانه وتعالى لكن شاء لها الله سبحانه وتعالى قدرا آخر نستفيد من هذا الدرس ومن هذا الموقف أن لا يحقوا لأحد كيفما كان يعني أن ينقص من قدر أحد أو من الوظيفة التي يقوم بها أي أحد سواء كانت بسيطة وظيفة بسيطة ربما تلك الوظيفة البسيطة لكن المنفعة منها هي كبيرة والمردودية منها هي كبيرة جدا نعم حقيقة يعني هذا الموقف هو موقف مؤثر جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من الله عز وجل هو الذي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى ذلك القبر وأن يسأل عن صاحبته لأن صاحبة هذا القبر مرأة ذات قيمة عند رب العالمين وهذا يعلمنا كما ذكرت أن لا ننتقص من قدر أحد كثيرا ما نرى في حياتنا اليوم مثلا بعض الناس تكون عندهم أفراح أو حفلات فيجلسون في أماكن معينة تكون مخصصة لذوي الأهمية في المجتمع وقد لا يأبهون بالآخرين الذين لهم مهام لا يعرفها الناس ولكن مهامهم ضرورية مرتين في حياتي حضرت حفلتين متميزتين واحدة مرة حضرت وصاحبة البيت قدمت لي الأم السائق عندهم الذي كان يأخذ هذه العروس لإبنتها إلى المدرسة طيلة حياتها فقالت لهذه أمه وأجلستها في مكان راقي وهي يعني مرأة بسيطة ومسكينة وكانت تتلعتا في الكلام ولكن صاحبة البيت أثنت عليها ثناء عظيم قالت هذه التي ربت ذلك الرجل المخلص الذي أعانني على تربية أبنائي ومرة أخرى أيضا قدمت لي صاحبة البيت المرأة التي اشتغلت عندها في البيت وكانت تقوم بخدمة أبنائها وهي غائبة أو مسافرة أو كان دائما عندها مهام كثيرة وتسافر كثيرا فقالت لهذه الأم الثانية التي تنوب عني إذا غيبت عن أبنائي فحقيقة هذه التي يجب أن أذكرها اليوم وأنا أزوج ابني فإذن يعني هؤلاء الناس بما يحسون حينما نقدم لهم هذا التعريف أو هذا التكريم أو هذه المكانة أظن أي مكانة وأي تكريم وأي ذكر لأي إنسان سيؤثر فيها حتما ولكن ذكر هذه المرأة من قبل الله عز وجل وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعيد صلاة الجنازة عليها مرة أخرى ويدعو لها ويخصصها بصلاة كاملة الجنازة فيها أربع تكبيرات فكما ذكر في سيرتها فهذا أمر عظيم والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر مثل هذه المرأة وهم كثيرين في المجتمع ذكر وقال طوبة لأولئك الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يذكروا فحتى إذا حضروا لا ينتبه إليهم أحد وإذا غابوا لا يفتقدهم أحد يعني الحضور أو الغياب هو بالأفعال لا يكون الإنسان حاضرا أو غائبا بأفعاله وبأخلاقه وبقيمه وبخدماته وبمعاملاته وليس بجسده اليوم نحن نعطي الأهمية الكبيرة للحضور بالجسد وللحضور بالصفة وللحضور بالاسم يعني يحضر فلان الفلاني حتى وإن كان لا قيمة له ولكن قد يحضر أناس أصحاب قيمة في حياتنا ولا نعطيهم القيمة كأن تتغير أحوال الناس من الفقر إلى الغنى فيقوموا بحفل كبير ويستقبلوا فيه أناس تكون أم هاد الذي كان بالأمس فقيرا وهي التي ربته وصنعته تكون حاضرة ولا يقدمها للناس لأنه لا يعني كأنه يحتقر مظهرها أو شكلها أو كذا ولكنه يهتم بأصحاب الشكل الأنيق وأصحاب القيمة مظاهر في المجتمع وأصحاب المظاهر والذين عندهم معهم حسابات مادية ومصالح متبادلة فيهتم بهم فآنا لنا الأوان أن نرجع إلى قيمنا الحقيقية ونتفقد هؤلاء الذين لهم تأثير حقيقي في حياتنا قد نرى من حين لآخر نستغرب ونعجب ببعض الأفكار البسيطة التي تدور في هذا الزمن المادي الذي لم تعطى الأهمية إلا الأشياء التي وراءها ربح وراءها منفعة قد نرى بعض التلاميذ أو بعض الطلبة الذين تخرجوا واشتغلوا وكبروا تفقدوا أستاذا لهم درسهم في الابتداء فبحثوا عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأهدوا له عمره واستقبلهم وفرحوا به هذا الرجل لم يكن ليذكر ولكن هؤلاء لم ينسوا فضله عليهم فكذا يجب أن لا ننسى فضله الذين لهم أفضل علينا حتى وإن احتقرناهم بعض الوظائف مثلا إذا عندنا شركة كبيرة وهذه الشركة فيها حارس للباب هو الذي يفتح ويغرق الباب هذا له أهمية وله قيمة عظيمة إذا غاب سيكون تأثير من الذي سيفتح؟ هذا الذي يحرس مكان معين أو يحرس ثغر معين له قيمة كبيرة هذا الزوج الذي يذكر بأنه يشتغل ويجني المال وكذا يجب أن يذكر بأن وراءه أم صنعته وراءه زوجة تحرس أبناءه في غيابه وحريصة على ماله في بيته وحريصة على عرضه ويتذكر كل أولئك حتى لا ينسى ولا يطغى فما الذي يوصل الإنسان للطغيان؟ عدم الاعتراف استغنى يستغنى عن الآخرين ويستغنى عن خدماتهم ويستغنى عن وجودهم في حياتهم فيطغى فلذلك حتى لا نطغى لا بد أن نتذكر لكل ذي حق حقه هذه السيرة سيرة الصحابية الجليلة العظيمة تعلمنا كيف نتذكر الآخرين وكيف نتذكر أولي الفضل علينا وإن كان هذا الفضل لا نراه كبير فهو كبير جدا وعظيم بعد وفاة هذه المؤمنة الصالحة هل تدرك فيما بعد الصحابة والقوم ذلك الفعل الذين ربما اقترفوه في حقها وكانوا سيفوتون عليها تلك الفرصة الذهبية أن يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أكيد أنهم تداركوا لذلك ذكرت وإلا لم تذكر ولم يسجل اسمها وإلا كانوا صلى وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وحسبوا أن الأمر هكذا يعني تبعوه فقط ولكن ما ذكرت وذكرت مهمتها وذكر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل هذا هم الصحابة الأحياء هم الذين حملوا المعلومة وبقيت هذه المعلومة عبر التاريخ واصلة حتى وصلتنا اليوم وحولناها إلى حلقة الحقيقة مؤثرة جدا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا في من عنده فالمؤمن عليه أن يتذكر في أي موقع كان في أي موقف كان في أي عمل كان قائما عليه أن يتذكر بأنه مذكور عند الله مذكور بعمل بإخلاصه أو بقلة إخلاصه مذكور بقيامه بواجبه أو بإخلاله بهذا الواجب يجب استحضار ذلك الأجن والثواب الذي يجنيه من تلك الوظيفة أو تلك المهمة أو ذلك الدور الذي يقوم به فدوره متعلق بمدى إخلاصه لله سبحانه وتعالى وثوابه متعلق بهذا الإخلاص عند رب العالمين قد يكون ثواب لا حصر له خاصة إذا كان عمل يتطلب الصبر وكل عمل أعتقد فيه صبر ليس هناك إنسان ناجح في الحياة لا يصبر سواء كانت أم أو كانت زوجة أو كان أبا أو كان موظفا بسيطا لا بد أن يصبر في مهمته حتى في العبادة نحتاج إلى الصبر فالصبر في جميع مهام الحياة سواء كانت طاعاتنا تقرب بها إلى الله عز وجل أو عباداتنا تعبد بها ربنا سبحانه وتعالى أو صبر عند المعاصي حتى لا نقع في المعصية ونحجم أنفسنا عن الوقوع في هذه المعاصي فنصبر ونكبح هذه النفس لكي لا تنزلق وتقع في المعصية فهذا صبر أيضا وصبر عند البلاء فقد ورد عن سيدنا بن عباس رضي الله عنه أن الصبر مطلوب في ثلاث مواقف في الطاعة يرتقي به العبد إلى 300 درجة وعند المعصية حينما يحجم نفسه عن الوقوع في المعصية إلى ضعف ذلك وعند البلاء إلى ما لا يعد ولا يحصى لأن الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فكذلك كانت أم محجن صابرة في أداء مهمتها محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فلذلك ظلت مذكورة وستظل مذكورة إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله ونرجو أن نكون أيضا نحن قد أحسننا إليها من خلال ذكرها وتخصيص هذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات لشخصها ولتلك المكرمة التي نالتها من الله سبحانه وتعالى وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتراف وتقدير تلك الخدمة التي كانت تقوم بها وهي خدمة بيت الله عز وجل إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات أشكرك الأستاذ الفاضل نعيمة بن عيش رئيسة المعهد الشرعي النسوي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ألتقي بك في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى وأنتم أيضا مشاهدي الكرام نرجو أن نكون قد وفقنا في تقريب هذه الشخصية من ذاكرتكم ومن أذهانكم ونرجو أن نكون قد قدمنا لكم تلك العبرة الجميلة من خلال هذه الشخصية أم محجن التي كرمها الله سبحانه وتعالى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حتى وإن لم يعرها أصحابها أو أهلها تلك القيمة ولم يعترفوا بيأتي